السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنراجع مع بعض مادة المهارات المهنية. مراجعة نصف العام الدراسي. يقول لي بينا يبدأوا مع بعض المراجعة. اول حاجة هنراجعوها مع بعض هي سؤال بتاع اكتب كلمة صواب او خطأ او اللي احنا عارفينه بصحة وغلط. اول سؤال بيقول لي انجاز المهام في الوقت المحدد احد القواعد المدرسية اكيد ده حاجة اسية صواب. يمكنك الذهاب الى المدرسة باي زي تحبك? لا طبعا. خلط. لازم تذهب بالزي المحدد اللي بتحدده المدرسة. رقم تلاتة. يجب الحفاظ على ممتلكات المدرسة صواب. اربعة يوفر امين المكتبة المدرسية. الطعام للتلاميذ? لا خطأ. الطعام ده مسؤولية الطاهي. انما امين المكتبة مسؤولية الكتب. وانه هو يساعدك توصل للكتاب المعين او المعلومة اللي انت عاوز توصلها. بعد كده عندي سؤال رقم خمسة. لابد من تقديم الادلة للتأكد ودعم وجهة نظرك اكيد لازم ان هنا اقول الادلة اللي تساعد الشخص اللي قدامي او تخلى الشخص اللي قدامي يبقى متأكد ان هنا بكلمه في حاجة صح مش بتكلم في اي كلام خلاص. يساعد ساقك الحافلة الساقحين على تسجيل بياناتهم داخل الفندق? لا خطأ. اللي بيساعد السياح في ان هم يسجلوا البيانات ده ودى موظف الاستقبال. انما ساقك الحافلة ده بيساعد الساقح على مثلا على حمل الحقائب انه هو يوصله الى الفندق يوصله لمكان معين انما مش من مهمته خالص ان هو يسجل بياناته. الحرفيون لا يجدون صعوبة في التعامل مع العملاء في بعض الحرفيين بيجدوا صعوبة. هاتخدنا في المنهج عندي مهارة التفاوض. في مع في بعض الحرفيين ما عندهمش مهارة التفاوض عشان كده بيعرفوش بيقى منتجات كتير او بيعرفوش يتعاملوا او يتواصلوا مع العملاء. فلازم يكون عنده مهارة التفاوض ومهارة التواصل يقدر من خلالها التعامل مع العملاء. التفاوض بينك وبين صديقك. لا يحطم عليك شرحة وجهة نظرك. لا لازم اشرح وجهة نظري. وكمال لو في ادلة لازم اقول الادلة عشان ااكد وجهة نظري. يصنع النجارون العديد من المنتجات البلاستيكية. لا خطأ. النجارون بيصنعوا الادوات الخشبية. لابد من التعامل مع المدرسة بيعناية واهتمام اكيد. ده من وجهات التلميز. قص الملابس القديمة ورميها. افضل طريقة لعادة تدويرها. لا اكيد طبعا خلط. ممكن انا استخدم اعمل ادلة تدوير للملابس القديمة واستخدمها بشكل مختلف. يعني مثلا اعمل ايه? لو انا عندي ملابس لسه مناسبة للبس. كويسة. اقدر ان انا اديها لحد اصغر مني او اديها لحد تاني يستخدمها لو هي ساغرت علي او بيتشو فدي افضل طريقة لعادة تدوير. او ممكن استخدمها باشكال اخرى ان انا اصنع منها حاجات تانية كتير زي ما خدنا في المهنك. رقم 12 يمكن رش التربة بممودات الكيميائية الضرة لزيد خصوباتها. لا. المودة الكيميائية اولا يا شباب ده معدها لقتل حشرات الضرة. خلاص? بس برضو هو مضر بالتربة. انما لو انا عاوز ازود خصوبة التربة اقدر استخدم ايه? اسمدة كيميائية. ودي مش افضل حاجة قدر استخدمها يا الاسمدة العضوية. رقم 13 قبل اصلاح الشيء. لابد ان معرفة المادة المصنوع منها اكيد عشان كل حاجة او كل شيء لطريقة مناسبة لاصلاحه. يعني الاخشاب لها طريقة مناسبة لاصلاحها غير الكدران غير المعادن. كل حاجة لها طريقة مناسبة لاصلاح. تم الحصول على لون الاصفر قديما من النبات النعنع. لا احنا خدنا انواع كتير او خدنا عايق كتير تحسب انها لون اصفر. يعني سبيل المسال مسلا قركم او الزعفران. يعليش او العصفر اه. دول كلهم حاجات ينفع اننا اطلع من لون الاصفر ان نمنا لأ. بعد كده خمستاشر تختلف السياحة البيئية عن بقى انواع السياحة اكيد سواق. ده انواع مختلف عنهم خلص. ستاشر يتم اصلاح الابواب الخشبية بطريقة مختلف عن اصلاح الكمبيوتر لسه متفقين ان كل مادة وليها طريقة اصلاحها غير التانية. سبعتاشر تهتم المدرسة بالتلاميذ وتقدم لهم التعليم الجايد طبعا من ضمن حقوق التلاميذ. تمنتاشر ادارة الوقت هي معرفة قيمة الوقت وكيفية الاستفادة منه? اكيد سواق. تساعتاشر اعادة تدوير الملابس مفيدة للبيئة? اكيد مفيد للبيئة. ليه? عشان هيقل المخلفات وبالتالي هيقل تاوس. عشرين الدكتور مصطفى السيدة عالم متخصص في مجال الكميئة الفيزيئية? سواق. تعد محمية ود الحيتام واحدة من العديد من المحميات الطبيعية في مصر? اه. طيب. بعد كده عندي رقم اثنين وعشرين. يحق للتلاميذ التعلم في بيئة خالية من المضيقات الجسدية والنفسية? سواق. دي من الحقوق برضو التلاميذ. تعد المجلات احد مصادر المعلومات المستخدمة مستخدمة لاعداد الابحاث? سواق. مهمة التلميذ في المدرسة تنظيف النوافذ وتتجاه الابواب? اكيد طبعا قلط. الخطوة الاولى لقدرت الوقت هي ترتمي المهام حسب الاولوية? خطأ. يحظ الدكتور فاروق البيض بشهرة كبيرة بسبب عمله في وكالة داسة? صح. القواعد المدرسية هي التي تحدد ما يمكن القيام به وما لا يمكن القيام بداخل المدرسة? سواق. الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاراضي الزراعية عن طريق استطلاحة الاراضي? الصحراوية صح. بعد كده شباب عندي سؤال اختيارات. ده السؤال التلميذ اللي بيمكن يجليه في الامتحان. اول حاجة بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاقواص. استخدم النجار نقاط لنقش التصميم على سطح الخشب. مفتاح الرغط? ولا نزان المية? ولا الدهنات? ولا الازميل? الازميل الوحيد اللي اقدر انقش به. اتمتع الحرفيون بالعديد من المهارات منها مهارة نقط التواصل الخلاف النزاع الشجار لسه اللي نشت من شوية في صحة وغلط اللي هي مهارة التواصل. بعد كده يا شباب عندي الهدف من استصلاح الاراضي الزراعية في مصر هو توفير الكتب الملابس الغذاء الادوان مدرسية هم الزراعة يبقى كده توفر لملابس نوع نوع خشب استخدمة في صناعة الالات الموسيقية قديما اللي هو ايه? الارز ولا السنوبر ولا افريق الاسود ولا القايكب هو القايكب. خلاص طيب. بكي يقول لك يجب علينا بعد التواصل للمعلومات النقط نوصقها نمسحها نكررها نحذفها يبقى لازم ايه نوصقها? بعد كده تثبيت المصامير الابواب المفككة في المدرسة مهمة مين? مهمة المدرسة? اكيد مش مهمة النادي ولا البيت ولا المحكمة دي مهمة المدرسة. بعد كده بيقول لي تحويل القميص القديم الى مقلمة يسمى ايه? اعادة استخدام ولا حد من الاستخدام ولا اعادة تدوير ولا استنفاذ الموارد دي ايه? اكيد اعادة التدوير. تستخدم البزور والعقل في عملية الزراع. مدام بزرع. هستخدمنا في ايه? غير الزراعة. طيب. بكي بيقول لي يهبط نقط بالطائرة بشكل امن في المطار ده مين? الطيار. المسؤول عن اعداد الطعام وتجهيزه في المطبخ هو الطاهي لسه الانها. يكون نقط بالاشراف على جميع العاملين في المدرسة. مين المسؤول عن جميع العاملين دوه المدرسة? مدير المدرسة. تطبيق ما يتعلمونها بشكل عملي يساعدهم في تطبيق في حياتهم الواقعية. المهارة التي يجب فيها الاستماع جيدا لما يقالف. لفهم ما يتطلبه منك مهارة. هي مهارة ايه بقى ديات? التواصل. لما يستمع جيد دي اسمها مهارة تواصل. يعتبر من الاخشاب اللي هنا ايه اللي قدمك من الحاجة اللي قدمك دي خشب لين? ها? خشب الارج صح. انما الافريكي الاسود او يبقى يكب. دول اخشاب صلبة. وكذلك البلط. يتكون استماد نقاط من كشور الخضروات. فرق قال لك كشور خضروات. يبقى ده ايه? عضوي. وفي واحد كذلك. حل المشكلة تطلب التحلي بنوع من المرونة. لازم يكون عندك مرونة في التعامل عشان تقدر تحل اي مشكلة. بعد كده يا حبيبي بيقول لي تعتبر ازالة نقاط احد طرق الحفاظ على الحديقة. هنزل ايه? الحشائش الضر. لون ينتج من دمج اللونين الازرق والاحمر هو اللون ايه? الارجواني. اخر مرحلة من المراحة والزراعة هي مرحلة ايه? الحصات. لون جاء من نبات النيلة هو اللون ايه? الازرق. طيب. المحمية تقوم باحماية الحياة البرية من الانقراض. تسبب السياحة نقاط في تدمير المواطن البيئي. دي السياحة الغير مسؤولة. جاءت الصبغة الحمراء من نقاط نبات الفوه من جزور نبات الفوه. نوع من انواع الزراعة يجمع بين الزراعة المائية وتربية الاسماك هي اني واحد بقى زراعة الاكوبانيكس. بعد كده شباب عندي اخر سؤال عندي هو سؤال اكمل. يحك للتلميذة التعلم في ده ايه? امنة للسعوداني شوية. يجب اضافة نقط لزات خصوبة التربة السمات. انما لو هتموت الحشرات ده المبيدات. تتم الزراعة النباتات من خلال استخدام البزور او العقل. اخر مرحلة من مراحل الزراعة هي الحصات. اثناء الحوار لابد من لابد من تقديم نقط لدعم وجهة نظرك الادلة. عند حل المشكلة يجب عليك التحل بيه? المرودة. لسه برضو قال لنا من شوية. تشتهر مصر على مستوى العالم بالحرف اليدوية. يستخدم النجار نقط لتنعيم الاخشاب الفقرة او ورقة الصنفرة. يعتبر نقط من الاخشاب اللي هنا عندنا عنوع كتير جدا. هناخد مسلا نصنبر كمسال. الاستماع الجيد للاخرين يساعد في تحقيق مهارة التواصل. احدى استراتيجيات حل المشكلة هي ان تقوم بتقسير المشكلة الى اجزاء صغيرة. الامن والسلامة من حقوق التلاميث. وبكده يا شباب نكون انتهينا من مراجعة النهاردة. اتمنى نكون استفادنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.